خلينا نروح لمباراة النهاردة ومبتل قمة في كرة السلة بتقام زي ما قلت لحضراتكم على صالة الأميرة عبدالله الفيصل الساعة تسعة وربع والمباراة كان مفروض قام الساعة الثامنة ولكن اتحاد السلة مبارح بقعت أرسل خطاب وطلعنا عليه الحقيقة بتأجيل المباراة لجنة مسابقات بقيادة الكابتن أحمد كامل أجلة المباراة ساعة وربع طبعا لأمور تخص البس وإذاعة المباراة وطبعا مستر أجوستي بوش ما أبداش أي اعتراض وبالتالي أيضا نادي زمالك نفس الكلام المباراة ما فرقتش واللي فرق مع النادي الآلي فقط أنه عمل تمرين النهاردة الصبح مستر أجوستي لما المباراة رحلت ساعة وربع ففي وقت راحة ما بين تمرين الصبح والمباراة فالكابتن أثر أنه يكون في تمرينها مستر أجوستي بوش النهاردة والحمد لله تطمننا على الفرقة بشكل عام خلينا أقول لكم على بعض الأمور كده كابتن أو مستر أجوستي يمكن المباراة اللي فادت لم نوفق فيها كان عندنا مباراة مع مصر التأمين مصر التأمين فرقة ممتازة وهيلة وعملة جيل كويس جدا والحقيقة نجحوا السنة دي أنهم يفوزوا على ندي الزمالك في ثلاث مباريات خلال هذا الموسم إذن فريق كويس فريق تم بناءه جيدا فإذن المبركة صعبة اللي فاتت في وقت إحنا كان عندنا غيابات وللأسف غياباتنا جاية في مركز إحنا قريدي بنعاني من النقص في هذا المركز هو مركز أربعة أو الباور فورورد لأنه الحقيقة كان عندنا تدعمات حصلت خلال سنتين يمكن السنة الأولى أو السنة القبل الماضية كنا دعمنا الفريق بأحمد حمدي السنة الماضية كنا دعمنا الفريق بمروان سرحان والأسف اللي اللعيبة بيغيبوا عن الفريق هذه الفترة أحمد حمدي سافر للبات المتحدة الأمريكية لتيجي زروف أسرية لتخص أسرته فهو مش قادر يكون موجود مع الفريق نفس الكلام بالنسبة لمروان سرحان عنده إصابة أو كسر في الصباح يقيدوا لمين جبس ست أسابيع يمكن فات منهم إسبوع تقريبا فهو بيغيب لفترة طويلة عن الفريق فإذا استر مستر أجوستي بوش أنه يدفع بلعبين صغار السن في هذا المركز زي عبدالله ناصر وقدى العمر الجندي وقت أطول في هذا المركز طبعا بيحاول بناء على المعطيات اللي عنده واللعيبة اللي عنده أنه يسد هذا العجز وهنقش الكلام ده طبعا مع ضيوفي وهنطلعكم عليه بكل يعني وضوح وبكل صراحة عندنا كمان يعني بعض الإصابات الأخرى زي طبعا كان أبو الناصر المباراة اللي فاتت ملعبش عندنا هاب أمين يعني خلاص فاتت التأهيل من عمليةه الزايدة يعني عندنا إصابات في نجوم ومراكز كتير ولكن يمكن الإصابة الأكبر هي في مركز أربعة اللي احنا بنعاني منه من الأصل ومن غياب اللاعبين الحاجة الثانية اللي عايز أقولها أن النهاردة النادي الأهلي تاني والتاني في المقدمة كان حتى بعد الخسارة اللي فاتت هو فيه تاني الترتيب الدوري هو الدوري السوبر 8 فرق النادي الزا مالك بيجي في المركز الثامن النادي الأهلي اللاعب 3 مباريات الجولة الأولى والثانية والثالثة فاس في 2 وهزم في مباراة النادي الزا مالك هزم في 3 مباريات الـ 3 جولات الفات وعشان كده نادي الزا مالك فيه آخر جدول دوري السوبر والنادي الألي في المركز الثاني طبعا حضراتكم عارفين مباراة الأهل والزمالك بيبقى دايما لها حسابات أخرى يعني بيبقى موضوع محتاج طبعا تركيز من اللاعبين محتاج طبعا أهمية الوضع في نادي الزمالك أيضا ليس كما يعني يرام برضو عندهم إصابات عندهم بعض الأمور اللي احنا مش هنترق فيها طبعا احنا بنتكلم عن فرقتنا ولكن احنا طبعا بيبقى عين على المنافس وعين على فرقتنا إن شاء الله تبقى مباراة كويسة نردى تلقى يعني استحسان السادة المشاهدين وتبقى تلقى بكرة السلة المصالحية الدوري منتظم والدوري ماشي بشكل جيد نتمنى إن شاء الله في الفترة القادمة إنه يبقى فيه أكثر انتظاما ويكون يعود على المنتخب اللي هو الهدف الأكبر لنا إن شاء الله اللي احنا نشوف في يوم الأيام منتخبنا يرجع تاني الأمجاد وإن شاء الله